ظروف قاسية هي تلك التي يعيشها المهاجرون العراقيون على الحدود البيلاروسية الليتوانية كان آخرها وفاة خمسة عراقيين حتى الآن وفق ما أعلنت تجنة الحدود البيلاروسية ليس هذا فحسب بل كان ذلك مرافقاً لفقدان طفلة عراقية في غابة على حدود بيلاروسيا بعد انفصالها عن والديها إثر خلاف مع حرس الحدود البولندي في حين تضغط منظمات إنسانية للدخول إلى المنطقة الحدودية للبحث عنها مشيرة إلا أن الوالدين سلما طفلتهما لمهاجر آخر حين اقترب حرس الحدود البولندي منهما ودفعهما مجدداً إلى بيلاروسيا فيما أشرت تقارير صحفية إلى أن السلطات الليتوانية قد أجازت مؤخراً لحرس الحدود استخدام كافة الإجراءة اللازمة بما في ذلك القوة لوقف الهجرة غير الشرعية موت وفقدان يقابله رد حكومي لوزارة الهجرة الحالية يكتفي باتهام السلطات البيلاروسية بأنها تمارس أساليب بوليسية ضد العراقين وتمنحهم تأشيرة دخول ويضغط عليهم بعدم العودة وهم بين الضغط البولندي ومنع الرجوع من الجانب البيلاروسي أما وزارة الخارجية الحالية هددت المهاجرين العراقين العالقين عند الحدود البيلاروسية البولندية هددتهم بعادتهم إلى العراق طوعاً أو كرها كما أفدت وسائل إعلام كردية بأن أكثر من أربعة مهاجر سوف يصلون قريباً إلى كردستان العراق بعدما كانوا عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية ليلتحقوا بآخرين عادوا في أوقات سابقة عن طريق رحلات جوية خصصة لعودة المهاجرين في وقت أكدت تقارير صحفية وتصريحات لمسؤولين حكوميين بأن أعداد المهاجرين العراقين قاربت على الخمسة ألاف مهاجر غادر البلاد متوجهاً صوب حدود بيلاروسيا بدافع الهجرة أما المنظمات الحقوقية والإنسانية دعت الجميع إلى التعامل بإنسانية مع المهاجرين العراقين العالقين حتى لا يكونوا ضحية كما دعت إلى عدم جعلهم ورقة ضغط بيلاروسية على الاتحاد الأوروبي وبين هذا وذاك يبقى واقع الحال يشي إلى أن المهاجرين العراقين كانوا فعلاً ضحية في بلدهم بسبب سوء الحكومة وفسادها وما زالوا على هذا الحال لجوءاً وفقداناً وموتاً